موسيقى كنت بتكلم النهاردة على ليه بيبشلوا وازاي نخليهم ينجحوا والطرق الحديثة اللي تتبع للمحافظة على الوزن اللي هو التثبيت الوزن نمر واحد الدكتور لازم يقول للمريض انه التخصيص ما هواش بس كم شهر الاولانين ده حاجة هنبتديها النهاردة ولن تنتهي علاج يستمر مدى العام زي علاج السكر زي علاج الضغط وانس اننا ابتديناه هنوازب عليه صحيح مش كل رجيم لكن بعد كده في التثبيت حاجة تانية انه لازم يبقى فيه نوعي المرضى السمنة انه مفيش حاجة اسمها يخص عشر كيلو في شهر لانه لو فهمناه انه هو ممكن يخص عشر كيلو في شهر مش هيكمل معنا بعد الشهر ده فلازم نفهمه قد ايه ممكن ينزل وازاي يحافظ على وزنه وفي الحالة دي كمان لازم نديله فرصة اكبر في العلاج في التثبيت اللي هي نظام الرياضي ناس يقولك ما عنديش وقت لعب رياضة ما عنديش قدرة لعب رياضة لا كل واحد له طريقة يلعب بها رياضة حتى لو ما عندهش وقت يقدر وهو قاعد مثلا بيذاكر يبقى واقف بدلا ما يقعد دي رياضة فبنعمله نظام رياضي مناسب له وده بيبقى عن طريق الرياضيين اللي معانا في العيادة لازم يكون في معانا محلل نفسي او معالج نفسي في العيادة عشان بيخلي الناس تبص الوزنها احسن وتبص الانها مثلا مش كل ما تتدايق تاكل شكولاتة ممكن لما تتدايق تاكل خيار تاكل جزر تاكل فكهة وهنا في الحالة دي بيصلحوا العادات الغذائية اللي تستمر معانا مدى العمر وايز اقول ان ما عندناش ادوية تتاخذ لفترات طويلة كتير هما دويين بس في مصر لكن برضو بعد هزي الادوية او الدويين دول بنقدر نديهم لناس كتير عشان نحافظ على الوزن المفقود وان كان النقطة الاخيرة في علاج السمنة هي العمليات الجراحية زي تدبيس المعدة وتحويل المسار ودي بتدي نتائج كويسة اوي في التثبيت الا انه حتى بعد دول الناس بيتخانوا تاني ومحتاجين نظام غذائي ورياضي وده دورنا كده كترة لعلاج السمنة اننا نوري الناس ازاي تثبت قبل ما ازاي تخذ شكرا موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة